ممكن وانا مسافرة مثلا نسيت الورق بتاعي مفيش حاجة على النزل على الكمبيوتر بتثبت ان انا اخدت اولا موبايل أبليكيشن بتقدري تنزل موبايل أبليكيشن على موبايلك وساعتها هيثبت جرعاتك ده مش محتاج ان يكون معاكي انك تكوني موجودة في مصر لانك ما بتتعامليش مع حاجة تعاملي مع الجهاز نفسه الجهاز بتعمل مع السيرفر وبينزل جرعاتك اوتماتيك على موبايل اول ما تفتح الموبايل أبليكيشن خلينا برضو مهمة قوي نحن نشرح للناس ازاي يتعاملوا مع الموبايل أبليكيشن هو ينزلو ازاي بس واحدة واحدة كده عشان مش عارفة يعني ده محتاج شرح طيب هو كل اللي هما محتاجين يعملون هما يخشوا لو هو اندرويد بيخش على جوجل بلاي او ايفون بيخش على الاب ستور وبيسرش على اطمئن او جواز الصفر الصحي المصري ايجيبت هيلف باسبوت حيلائي البرنامج والبرنامج على شكل ايكون لوجو وزار الصح اول ما بيداونود البرنامج وبتدي يشتغل معاه بيطلب منه بيانين اول حاجة بيقوله رقم التسجيل في بعض الناس كتير سألتني ايه موضوع رقم التسجيل ده هو حضرتك لما جيت تسجل عشان تطعم نمسحش بقى الرسالة جات لك رسالة بالضبط الرسالة دي احنا كمان اعلن لك قبل الليسي ومسحها الرسالة مش معايا رقم التسجيل غير موبايله يقدر يتواصل مع الكول سنتر وبيبلغهم برقم القومي بتاعه وهم بيديلوا رقم التسجيل الخاص بك في حالة ان يكون نسيه او ضيعه او هكذا لكن رقم التسجيل ده اول ما حاكمة بتسجلي بيجيلك رسالة برقم التسجيل ثم لما بيجي معايدك انك تطعامي بتجيلك رسالة تقولك رانيا توجهي الى مكان الفلاني لاخذ الجرعة الخاصة باللقاح بالرقم كذا فدي تاني مرة بيذكر لك الرقم بتاعك التسجيل بتاعك ثالث رسالة بتيجي نذكرك بالتوجه الى مركز كذا لاخذ الجرعة الخاصة باللقاح لرقم كذا كمان حتى في الجرعة التانية الرسالة اللي بيجيلك برضو بيجيلك 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 رقم التسجيل فاذا لو اول رسالة ضععت منك انت فيه حوالي اربع رسال تانيين هيجولك مرتين للجرعة الاولى ومرتين للجرعة التانية فبالتالي بيع عندك خمس رسال مكتوب فيهم رقم التسجيل هو ده اللي انت محتاج تستخدمه أثناء التسجيل في الموبايل أبليكيشن حاجة بدخل رقم التسجيل بتدخلي كمان رقم القوم بتاعك او رقم الباسبور على حسب انت سجلت بايه عشان تطلبي اللقاح فهتدخلي رقم القوم بتاعك مع رقم التسجيل ثم بتاخدي بقية الخطوات من بقية الخطوات دي انه بيطلب من حقيقك مثلا بعد كده انك تاخدي صورة لنفسك او ترفعي صورة عشان يبقى الموبايل أبليكيشن بشهادة التطعيم بتاعته بالصورة عشان نقدر على اي بوابات نبقى بنتعامل بشكل سهل وبسيط نعرف مين من الطعام ومين من شو الطعام فبالتالي بيتأتش الصورة بتاعتك او بترفق الصورة بتاعتك بترفعيها على الموبايل أبليكيشن كمان بيطلب منك انك تحددي pin code لنفسك عشان ما فيش اي حد يفتح موبايلك ويفتح البرنامج ويتفرج على ال data بتاعتك على البرنامج فبالتالي الموبا بس لما يجي وريه لحد يفهم هذه مشكلة اه طبعا حاك ممكن تلغي ال pin code لو عايزة او تسميه لا مش قضي يعني دوقتي انا خلاص نزلته وانا معرفش بيطلع ايه بعد كده بس تقولي هو بيطلع ده وانا دخل حد بوريه مثلا فهل بيبقى فيه وعي يبقى في الجهات الحقومية الشاشة الرئيسية بتاعت البرنامج هي شاشة بتقولك اضغط هنا لازهار الجرعات اول ما بتضغطي بيطلع لك الجرع الاولى بتضغطي على الجرع التانية بيطلع لك بيانات الجرع التانية اتطعامتي فين ايه نوع اللقاح تاريخ التطعيم ايه وهكذا كمان بيظهر لك في الشاشة الرئيسية مربع على الشمال تحت كده لل QR code حاك اول ما هتدوسي عليه هروح مطلع لك ال QR code بتاعك اللي كان هيبقى هو هو اللي في الشهادة مؤمنة ال QR code ده حواليه فرين كبير كده احمر او اخضر او اصفر احمر لو حاك ما اتطعمتيش اصفر لو حاك اتطعمتي جرع واحدة اخضر لو اتطعمتي جرعتين امين زي اشارات المورة بالزبط كده بالزبط وعلى فكرة ده الستاندرد اللي بقى متوافر عالميا ما هو عالميا ايوه هو عالميا هيبقى كويس لكن داخل مصر ده هيبقى بحتاج وعي قوي يعني حتى داخل الشهر العقارب يوارده النبي لو ايه والله ما هيفهم عشان كده احنا بنعمل خطوات استباقية برده يعني احنا كوزارة صحة جهزنا قردي ورقة بالاجراءات اللي الشخص المسؤول عن دخول المواطنين محتاج يعملها عشان ازاي يتأكد من ان الراجل ده مطلق يلقاه ولا لأ يعني فيها نموذج للورقة المؤمنة فيها نموذج لكارتة 100 مليون صحة فيها الشاشات بتاعة البرنامج ايه اللي يدوس عليه فيطلع له الموقف بتاعة التطعيم ومعنى كل اللون من دول ايه على اعتبار ان ورقة الاجراءات دي بيتم تعممها بقى على كل جهات الدولة على اعتبار ان الاشخاص المسؤولين عن الامن او عن دخول الناس يبقى عندهم وعي اول ما حيك حتوري لهم موبايل أبليكيشن يبقى فاهم ان ده الموبايل أبليكيشن بس يبقى محضره طبعا عشان مبقاش فيه ازدحماته كده بالضبط طيب هل دور حضرتك في وزارة يعني هي مقتصر على اللقاحات بس اكيد فيه رقمانة في الوزارة بيحصل اكيد فيه حاجات تانية احنا مش مش وصلانا بيحصل ايه والله فهم يعني انا اشرف ان انا الحمد لله كنت يعني اللي عملت التصميم والتنفيذ بتاع كل المبادرات الرئيسية 100 مليون صح هكتف تكري مبادرة فيروس سي مثلا على سبيل المسال اللي مساحنا فيها اكتر من 50 مليون مواطن اللي طلع لنا منها اكتر من 2.5 مليون مواطن من على السيستم اول ما اكتشفنا ان عندهم اصابة اوتوماتيك السيستم تواصل مع السيستم بتاع العلاج وحدد للمواطن معاد ومكان يكمل بقية اجراءاته فيه من علاج فبالتالي المواطن اللي اكتشفناه اثناء الحملة بتاعة 180 صحة كان بتطلع على شاشة الكمبيوتر المواطن محمد احمد السيد يجيب التوجه الى مركز اكس في اليوم الفلاني لاستكمال بقية اجراءات العلاج الخاصة بفيروس سي طب ما ده كله اوتوماتيد كله مرقما كله ديجيتال كله في اطار التحول للرقم طيب تخالي حاجة بقى لو كنا بنكشف عن الناس ونعملهم المسحة فيروس سي ونكتشف ان عنده فيروس سي فنروح فاتحين الدفتر وكاتبين اسمه ونقول له ان شاء الله لما نوصل لمعادل العلاج هنبقى نكلمك في التريفور لو الدفتر يبقى ارشيف بقى كده تخالي بقى حضرتك كم واحد كان هيتعالج طب تخالي حضرتك الاثنين ونصف مليون مواطن اللي كان عندهم اصابة بفيروس سي لو كانت جات كورونا من غير ما نعليجهم تخالي حاجة حجم الوفيات كان في مصر حيبقى ازاي النتاج كورونا والموضعفات اللي هتحصل نتاج ان الرجل ده قراري مصاب بفيروس سي الحمد لله يا رب العالمين كان توجيه القادة السياسية في التوقيت ده قبل الاصابة بكورونا توجيه اكتر من رائع لانه فعلا فعلا جنب الدورة المصرية مخطر كبيرة جدا كانت هتحصل لو ما كناش عملنا الحملات الرئاسية سواء لفيروس سي سواء لامراض المزمنة سواء لصحة المرأة وسرطان السادي سواء للاطفال سواء للسمنة والانيميا والتقزم كل حزم المبادرات دي اللي قد تخطط 12 مبادرة تخلى حيك لو ما كناش عملناها قبل ما تدخل عينها كورونا عشان كده انا بيعيد بعدنا قاعدة بيانات من خلالها مش بس قاعدة بيانات ان احنا عالجنا الناس دي الناس دي لو ما كانتش اتعالجت ودخلت كورونا وطم اصابتهم كانت حالتهم هتتدهور بشكل كبير وبالتالي كان العادل للفايات في مصر هيبقى اكبر بكتير الحمد لله رب العالمين ان كانت الرؤية فاقبة للقيادة الساسية في هذا الامر من البداية ده خلنا يعني الحمد لله قدرنا نجنب الدولة المصرية مخاطر كبيرة جدا من جائحة كورونا كانت ممكن تحصل لما كناش خلنا الخطوات الاستباقية ديت كل ده كان ديجيتل ومرقمن